ينضم إلينا الآن في الستوديو الخبير الاقتصادي والمالية دكتور محمود داغر أهلا بك دكتور أهلا وسهلا لا مؤشرات حتى الآن وأقصد هنا سياسية لحل هذا الانزلاق السياسي وتمرير الموازنة للعام المقبل نتحدث أولا عن تبعات غياب قانون الدعم الطارئ بعد انتهاء الأشهر التي عقد من أجلها تأثير ذلك على المشاريع الخدمية والمؤسساتية في العراق بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم وشكرا للكادر ولمشاهدين الكرام هو من حيث التأثير على المشاريع القائمة المقرة على الموازنة التشغيلية لا تأثير يعني تعرفون المبلغ ليس قليل يصر إلى 140 إلى 145 تريليون فهذه ممكن تمشي الأمور وإجاد طبعا اللي حسنت من وضع القدرة والقدرة الإنفاقية واللي احنا ما تمنيناها تتحسن لكن تتحسنت بواسطة قانون الأمن الغذائي لأنه على الأقل الفقرة المهمة بي هي زيادة عملية شراء الحصة التموينية المشكلة ليس بالجانب الخدمي المشكلة الرئيسية هي في المشروعات الجديدة عدم وجود موازنة يعني لا موازنة استثمارية أي لا وجود لمشروعات استثمارية في وقت احنا نستهدف عملية تنويع الاقتصاد وتنويع الاقتصاد جزء من عنده هو تهيئة البناء التهتية تحسين البناء التهتية بمشروعات جديدة التوجه لدعم القطاع الخاص لأن القطاع الخاص ما يتحسن بتوزيع رواتب القطاع الخاص يتحسن بوجود مشروعات توكل إليه لتنفيذها وبالحقيقة هذا واحدة من الجوانب المضرة كثيرا أنا مثل ما قلت القانون الأمن الغذائي هو لم يكن أمن غذائي كان بتعينات وبدعم محافظات وبعض الأشياء وحتى أوقاف وإلى آخره من الأشياء المهم إن شاء الله تجي السنة القادمة وينتهي هذا القانون ولا نعاود عملية الإيغال في تحشيم النسق أو النظام المالي القائم على الموازنة إلى أن تأتي السنة المقبلة دكتور نتحدث في حال لم تسمح الخلافات السياسية بتشكيل حكومة من صلاحيتها أعداد قانون الموازنة الاتحادية هل تعتقد أن الوضع الاقتصادي بشكل عام والنقطة التي تحدثت عنها التي تتعلق بالمشاريع تحتاج إلى تشريع قانون مشابه لقانون الدعم الطارئ لكن بتخصيصات أكبر وبأريحية أكبر من حيث الرقابة والتشريع إذا تسأني بتواضع كمتخصص أنا لا أؤيد إدخال أي قوانين أو أي تشريعات وزجها بديلا عن الموازنة العامة لأن الخمسة وعشرين تريليون اللي زجت بعام الثانيين وعشرين هي تاخذ شكل موازنة مصغرة إذن الجهود التي بذلت فيها لماذا لم تبذل في إعداد موازنة المهم أن باعتقادي الضرر على الاقتصاد العراقي سيتعمق ويتراكب أو تتراكم السلبيات إذا ما لم تقر الآن وزارة المالية كما أعتقد على الأقل الجوانب الفنية من الموازنة معدة يعني لجنة إعداد الموازنة لم تتوقف يعني أكوب موازنة واللي يفترض شهر العاشر يعني بأقصحة كاملة هل من صلاحية الحكومة الحالية إعداد الموازنة لحكومة مقبلة أو في حال تجديد الثقة البرلمانية بها؟ الحكومة ممثلة بوزارة المالية تقوم بدورها بإعداد الموازنة هذا أمر يعدون موظفي في الدولة العراقية ويتقود العملية وزارة المالية عادك تريد الحكومة المقبلة إذا تشكلها تريد تراجعها تريد تحسنها المهم هي لا تبدأ من الصفر يعني من الممكن تعديل على هذه المسودة للموازنة في حال أن هناك بنوت يختلف عليها بالحكومة المقبلة أخرى ولسنة ثانية ونفعل المادة 13 من قانون الإدارة المالية اللي إحنا يعني صحيح هو هذا ينقذ الوضع لكن إحنا بجوانب من الإدارة المالية ما لا ماسكين فيها ماسكين بس هاي الأشياء دكتور وفق نظام 1 على 12 نتحدث عن بعض المشاريع التي هي ممولة من موازنة سابقة في حال تم إنجازها هل من الممكن تدوير الأموال إلى مشاريع أخرى وفق النظام ذاته؟ أي مشروع جديد استثماري لا يمكن إدراجه أي مشروع استثماري جديد اللي تقدمه وزارة التخطيط كجزء من مهامها لا يمكن لكن الاستمرار بالذرعات للمشاريع القائمة وعملية المناقلة ممكن داخل الموازنة التشغيلية أو إجمالي المبلغ المتاح طيب يعني سيد أو دكتور محمود هناك آلية تطرق على بالمواطن العراقي مثلا فائض الأموال من ارتفاع أسعار النفط من الممكن أن تدرج إلى استثمار هل من الممكن ذلك أم لا؟ لا هو واللي إحنا دائما نعيده ممكن أن تذهب إلى أعداد ما يسمى بصندوق سيادي تحت بأي تسمية سمول الأجيال صندوق استقرار صندوق تحوط المهم إبعاد الفائض وأي جزء مهم بعيدا عن قرارات الحكومة والمتحاصصون نعم هذا ممكن وعلى الحكومة أعتقد جلسة من جلسات مجلس الوزراء تم مناقشته بناء على مقترح بإنشاء هذا السوفيرين فانتش نعم دكتور محمود داغر خبر الاقتصادي والمالي شكرا جزيلا نضممك إلينا شكرا وسهلا شكرا للمشاهدة